أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين لأجواء الحالية أجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة المسجلة على أغلب المناطق التراوح ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية استمرار في الهوى الجنوب الشرقي خفيف إلى معتدل السرعة التراوح سرعتها نهار اليوم بوجع ما بين 10 إلى 32 كم في الساعة أما مساء متوقع أن يكون في نشاط للرياح الجنوبية الشرقية من حين إلى آخر وقد تصو سرعة الرياح أحيانا 40 كم في الساعة أيضا خلال الساعات القليلة القادمة ستبدأ تتكاثر بعض السحب تدريجيا عودة لفرص الأمطار لقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ابتداء من مساء هذا اليوم ستستمر مع أن حتى نهاية يوم الغد سيكون هناك هدوء نسبي وأجواء نوعا ما صافية في يوم الأثنين لكن هناك عودة لفرص الأمطار مع الأجواء الغائمة في يوم الثلاثة والأربعة سنوافق في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرة الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة وتظهر بعض السحب العالية المتفرقة مع رياح جنوبية شرقية سرعتها الحالية 16 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 29 درجة مئوية رطوبة نسبية 24% رؤية الأفقية ممتازة تجاوز 10 كم صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء كانت صافية بوجعا مخالية من السحب في يوم الأمس لكن ابتداء من المنتصف هذا اليوم سنلاحظ عبور لبعض السحب العالية المتفرقة وأجواء متوقعة تكون غائمة إلى غائمة جزئيا ابتداء من الساعات القليلة القادمة حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مؤثر علينا برياح جنوبية شرقية ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في نهار اليوم لكن متوقع أن نشاطها ابتداء من مساء هذا اليوم سيستمر نشاط الرياح الجنوبية الشرقية حتى نهاية نهار يوم الغد من بعدها ستبدأ تتراجع سرعة الرياح بوجعا أيضا هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا مع استمرار رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ناشطة من حين إلى آخر قد تصل سرعة ما بين 10 إلى 40 كم في الساعة فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق في وسط البلاد تستمر معنا هذه الأجواء الغائمة حتى ساعة صباح الأولى من يوم الغد وفرص الأمطار أيضا واردة خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد مع نشاط لرياح الشمالية الشرقية قد تصل سرعة رياح أحيانا ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة أيضا درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليوم الغد سترتفع نوعا ما مقارنتين بالأيام القليلة الماضية متوقع تصل في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي إلى 21 درجة مئوية أما على المناطق الغربية والشمالية من البلاد متوقع تصل ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية منتصف يوم الغد استمرار في الهوى الشمالي الشرقي خفيف إلى معتدل السرعة أيضا نشاط من حين إلى آخر 10 إلى 42 كم في الساعة فرص الأمطار أيضا واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رادية على بعض المناطق تتراجع نوعا ما سرعة الرياح الشمالية الشرقية مساء يوم الغد وتصل ما بين 6 إلى 26 كم في الساعة أيضا رح تبدأ تقل السحب تدريجيا وتتراجع معها فرص الأمطار ابتداء من مساء يوم الغد رح تكون الأجواء مستقرة نوعا ما حتى نهاية يوم الأثنين البحر خلال يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج يصل ارتفاع الموج نهار يوم الغد ما بين 2 إلى 6 أقدام أما مساء ما بين 2 إلى 5 أقدام لازلنا في فترات الفساد التي تكون في تيارات الماء ضعيفة المواقع تبدن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان فير ساعة 43 شروق الشمس ساعة 9 دقائق أما موعد أذان مغرب ساعة 6 و22 دقيقة ضغص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة رح يستمر معنا الهوى الكوس جنوب شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة خلال الأيام الخمسة المقبلة مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رأدية على بعض المناطق خاصة في يوم الأحد والثلاثة والأربعة العظمى المتوقع رح ترجع ثلاثينية متوقع تصل ما بين 32 إلى 37 درجة مئوية ابتداء من يوم الأثنين أما الصغرى ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتيج جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن نحاول العالم